السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة العلاقة الزوجية في نهار رمضان محرمة قطعا لان الصيام والامساك عن شغوتي البطن والفرج ولكن في ساعات الافطار تكون مباحة ربنا عز وجل قال لنا علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم فكان الرجال يبغي يضاجع زوجته ويبقى يستعمل اساليب معينة علمها الله تعالى فمدد وقت العلاقة منذ طلوع المغرب منذ بزوغ المغرب الى طلوع الفجر لكن بعض الرجال قد يكون له رغبة فما ان يفطر حتى يطلب زوجته للعلاقة الزوجية ولكن الزوجة لها ايضا اضطرارية اخرى عليها ان تقوم باشغل البيت تنظيف المائدة الافطار وربما تريد ان تصلي تراويح العشاء فما الحل هنا الحل ينبغي ان يقتنع الرجل المسلم بان لازله وقت ممتد طيلة اليوم فلا يحرم زوجته من الصلاة بل هو عليه ان يؤدي صلاة العشاء في المسجد مع الجماعة ويواضب على قيام الليل على ثلاث تراويح في الحديث من صام رمضان ايمان واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه ومن قام رمضان ايمان واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه فلا نضيع الصيام والقيام والعلاقة ممكن ان نستعملها فيما بعد العلماء ذي الطب يقولوا بان احسن وقت يكون وهو بعد منتصف الليل في العلاقة الزوجية قد تكونك ساعة مرتاحة وكي يكون انسان ادى وظيفته الدينية واسترخى وله ان يفعل ما يشاء لكن قد يكون الرجل عنده رغبة جامحة ويطلب زوجته في اللحظة التي يريد هنا لا ينبغي ان نمنعه ذلك امر يخصه وليس هنا عليه اي عتاب وليس عليه اي حرج بان يطلب زوجته في الساعة الاولى من الافطار لان الامر يخصه بنفسه ولكن عليه ان يكثر من ذكر الله وعليه ان ينظم وقته حتى يبارك الله تعالى في هذه العلاقة لان مش علاقة باهمية هذه علاقة تعبدية اسمها النبي الاكرم صدقة وفي مضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ان يأتي احدنا شهوتا ويكون له فيها اجر قال ارأيتم ان وضع في حرام فكان عليه وزر فكذلك ان وضع في حلال كان له اجر فالصدقة لابد ان نضع في الوقت المناسب والمكان المناسب فلنتحرى احسن الاوقات وافضل الاوقات هو بعد منتصف الليل حتى يتسنى الانسان انه يجدد وضوءه ثم يستعيد لقيام سلاة الفجر ثم يستأنف صيامه في اليوم الموالي والله يتقبل من الجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله